السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بك أختي الفاضلة ضمن هذا الدرس الجديد الذي سنتعرف فيه سويا على بعض الأعراض الشائعة التي تشعر بها معظم النساء خلال هذه الفترة وحتى لا أطيل عليك أيتها الأختي الفاضلة نلتقي بعد هذا الفاصل القصير أهلا بك من جديد يعد الأسبوع التاسع من الحمل مرحلة من التغيرات الكبيرة للجنين إذ يضاعف حجمه تقريبا ويعتمد إرضاعه على المشيمة لا تزال أعراض الحمل في الأسبوع التاسع كما كانت لضى المرأة في الأسبوع السابق نظرا لأنها بداية الحمل ولا يزال جسم الأم يتكيف ويخطع لعدة تغيرات وقد تختلف هذه الأعراض من مرأة إلى أخرى حيث تشكل كثير من النساء عن وجود انزعاج كبير في الثلث الأول بينما لا تشعر الأخريات بأي شيء وهو أمر طبيعي أيضا والآن سوف نذكر أهم الأعراض التي قد تظهر عليك خلال هذا الأسبوع من حملك العرض الأول تستمر الأعراض الجسدية الخاصة بالأسابيع السابقة حيث يستمر الغثيان الصباحي مع النفور من بعد الروائح والأطعمة العرض الثاني وقد تزيد حدة تقلبات المزاج بالأسبوع التاسع حيث من الطبيعي أن يكون لديك حالة مزاجية غوال اليوم من المشاعر المتضاربة والمختلفة من حزن وفرح وأخيرا التعب والدوخة نتيجة إلى انخفاض ضخط الدم حيث يزاد الطلب على دم الأم لتكون قادرة على إطعام الجنين إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم اللقاء يتجدد في الأسبوع العاشر اضغطي زر الاشتراك والإعجاب وشكرا اشتركوا في القناة